بسم الله الرحمن الرحيم التي تميزهم عن غيرهم من بقية العاملين يعني لديهم من الشجاعة والثبات والابتزان ما بينفعش العصبية ما بينفعش اللي ممكن يكون ردات الفعل لازم يكون فيها نوع من الابتزان الانفعالي القدرة على التفكير ما يسمى خارج الصندوق تفكير إبداعي يأتوا بحلول وبدائل بيوضعوا سياسات وآليات عمل أو ما يسمى بالتكتيكات هذا مهم يعني من الشغلات الأساسية التي يجب أن يتسم بها المدير وما تميزه عن غيره في حال وجود الأزمات من ناحية المفهوم إدارة الأزمة يعني فيه مفهومين مفهوم تقليدي ومفهوم حديد أما المفهوم التقليدي هي مجموعة الاستعدادات والجهود الإدارية التي تبذل من الإدارة لمواجهة الأزمة أو الحد من تداعيات وجود الأزمة لو طلعنا بشكل تفصيلي أو معمق فيما يتعب بهذا التعريف التقليد سنجد أنها عبارة عن استجابة لأننا نحن نقول مجموعة استعدادات وجهود يتم بدلها في حال التعرض للأزمة وعشان أنا أقلل المخاطر اللي يكون موجودة عشان نجد عنها استجابة مش مبادرة إحنا بدنا إلي شيء أكتر من هيك أما التعريف الحديث بقولي عملية الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم خلينا نقول إعداد إحنا بنجهز حالنا تقدير يعني قراءة قراءة ما لا يراه الآخرين بنقول على عبارة عن شيء من إله علاقة بالمبادرة إنه إحنا ممكن نتعرض لحدث معين أو لأزمة أو في بداية ملامح فبدي يكون في عندي حس إداري لديهم من الإمكانية على تقدير الموقف بشكل منظم يعني دائما ومنتظم يعني وفق منهجية وآلية تتسم بها جموعة من الخطوات للمواجهة المشكلة إذن هي عملية إعداد وتقدير على الدوام يعني منظم ومنتظم للمشكلات الداخلية في المؤسسة وكمال الخارجية اللي ممكن تكون يعني تهدد وجود المؤسسة تهدد سياستها تهدد هدف وجودها تهدد مشروعها قد تؤدر بالسمع يعني بدرجة خطيرة في سمعة المؤسسة أو تؤثر على بقائها أو ربحيتها إذا كانت مؤسسة ربحية هذا التعريف اللي هو التعريف الحديث هذا يعني يحتاج أن تكون لدى المسؤولين والمدراء مجموعة من القدرات الإبداعية على التفكير ما لم يفكر فيه الآخرين زي ما بيقولوها التفكير خارج الصندوق توقع ما لا يتوقع الآخرين قراءة ما لم يستطع أن يفهمها الآخرين هذا كمفهوم تقليدي ومفهوم حديث البعض البعض بيحكي على التعريف مزدوج بيقوله عبارة عن إدارة العمليات أثناء حدوث الأزمة الحقيقية لما بتصير يعني هنا استجابة كعمليات يعني لما بيصير في زلزال كبصير حرائق بيصير حرائق بيصير في عملية إخلاء للمواطنين هذه عبارة عن استجابة وفيه بيقوله هي عبارة عن القدرة على إدارة المؤسسة قبل حدوث المشكلة وهنا إلا علاقة بقراءة ما لم يستطع الآخرين أن يقرؤوه والتنبؤ بحدوثها عشان هيك بيكون فيه تعامل وتدخل سريع مع بداية ظهور إرهاصات وعلامات حدوث الأزمة يتم التدخل وهذا إلا علاقة من المهجية الحديثة لهيك الأزمة عبارة أو إدارة الأزمة عبارة عن نشاط يهدف إلى منع حدوث الأزمة منع التداعيات أو الأضرار من وجودها بيقوم من خلال البحث والحصول على المعلومات وقراءة هاي المعلومات بشكل واضح والتنبؤ بما هو متوقع كمان تهيئة المناخ لأنه ممكن يكون في عنا أزمة في عنا وضع استثنائي وهذا يحتاج إلى تدريب العاملين تدريب الناس اللي لها علاقة بالتعامل مع الأزمة عشان يعني سنحتاج إلى اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأزمة في بدايتها من خلالها الأربع مفاهيم اللي حكناها مفهوم التقييد والحديث ومجموعة المفهومين المرتبطات في بعض كمجموعة من العلماء وضعوا وكمان التعريف اللي اختصر كل التعريفات السابقة نتضح أنه في عنا عدة عناصر تشترك فيها مجموعة هاي المفاهيم أو التعريفات أهمها أنه هي عبارة عن عملية إدارية إذن مهم جدا دور الإدارة عملية إدارية تقوم على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية ذكرين لما كنا بنحكي في بداية المساق على management by exception اللي هي الإدارة الاستثنائية ما بينفعش النمط اللي كنا متبعينه في الأسلوب الإداري والقيادة للمؤسسة لأنه يكون هو نفس النمط ونفس الآلية اللي احنا نتعامل معها أثناء وجود الأزمة الشغلة الثانية هي عبارة عن استجابات استراتيجية للمواقف أزموية يعني مستوى الإدارة يجب مقصودها أنه إشراك المستوى الإداري كإدارة عليا في التعامل مع الأزمة وإدارتها ما يتضح العنصر الثالث من خلال هاي المفاهيم أن الأزمة تدار من خلال مجموعة من القدرات الإدارية الكفوة والمدربة على اللي هي إدارة الأزمة العنصر الخامس تهدف إدارة الأزمة بداية إلى منع حدوث إذا بنحكي على الأسلوب العلمي لكن لما تحصل تهدف أيضا إلى منع تدهور الأمور أو الحد من الخسائر اللي قد تكون بسبب وجود الأزمة العنصر الخامس استخدام الأسلوب العلمي في اتخاذ القرار يعني إحنا بدنا آلية وأسلوب علمي في اتخاذ القرار مبني على المعلومة والبرهان في اتخاذ هذا القرار